السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل المسهلا بكم في فيديو جديد وطبعا مش هنقول في موضوع الفيديو بتاعنا ده غير حزبنا الله ونعم الوكيل في موضوع الازالات اللي شغال بقاله اكتر من اسبوعين وخراب وتكسير وتهدير وانت متخيل لما يبقى واحد تسبب في انك تبني وتحط كل مالك في حاجة غلط وبعدين يقول لك ابني ويسيبك اسبوع واثنين وتلاتة تبني وتصرف كل الفلوس اللي معاك والاخر يجي يعمل فيها كده المنظر ده يرد ربنا احنا مش جايين نقول غير حاجة واحدة النهاردة ان الناس اللي بنت على الاراضي الزراعية اخطأت ايوة اخطأت ايوة اخطأت انما العيب عليهم لوحدهم ولا مين اللي يتحمل الخطأ اللي يتحمل الخطأ اللي سابهم يبنوا وطمنهم وقال لهم هيبقى في تصارح هيبقى في حاجة كده هيبقى في حاجة كده هتدفع فلوس وتعدي وسابهم اسبوع واثنين وتلاتة لما الناس بنت ايوه اللي يخليك تبني مباني تهد مباني تلاتة دوار طب كنت انت فين في الدور التاني طب كنت انت فين في الدور التالت طب كنت فين في الدور الاول الكلام هنا موجه بطريقة مباشرة ويدانة مباشرة لرؤساء المجالس المحلية في القرى الناس ديت ما عندهاش ضمير كلام واضح وكلام موجه لاصحابه الناس رؤساء المجالس المحلية حاسبية الله ونعمل وكيل فيه الناس اللي بتبني على اراضي الزراعية خطأت ايوه اخطأت بس انا فين ان انا احميه انا دوري ان انا احميه حتى من نفسه احميه ان هو يبني ويخالف في الاراضي الزراعية قال الرئيس كان كلامه مباشر وواضح ان انا ازيل او امنع المباني الزراعية على الاراضي الزراعية في مرحلة المهد يعني لسه في بدايتها والمواد والمواد بتتشون كده عشان الناس تبدأت تبني اروح اتحفز عليها واعمل لهم محاضر ومخالفات وامنحهم البنى انا كده بحنيهم مش اللي انا بعمله ده ايه ده ايه ده حرام حرام حزبنا الله ونعمل وكيه ايه ده شايفين 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 الحاجات دي مين يرضى كده طيب الفلوس اللي تهضرت دي مين اللي حاسب عليها راحت فين يعني الفلوس اللي تهضرت المليارات اللي راحت دي مش هقولك احنا كنا اولا بيها في ازمة السكر اللي بقى بخمسين جنيه النهاردة تدعمه ولا حاجة لا احنا اخواتنا في غزة اللي بيموتوا من الجوع ومن قلة يعني مش لقيني الكفن هناك كانوا اولى باللي انت بتعمله ده انت كرئيس مجلس محلي او كرئيس وحدة محلية انت ربنا هيحزبك اقوى حساب ليه بقى لانك انت سبت الناس تبني وخاصة الناس المستريحة التقيلة اللي دفعت او اللي عدت عن طريق الوسطى وسبتها شهر تبني من ايام بداية التوكيلات بتاعت الانتخابات سبتها وقلت تمام واللي هيبني يبني وهنعمل له مصالحات وده اللي كان سائد وده اللي كان معروف وده اللي كان واصل للناس وعلى اساسه الناس التقيلة بنت على اقراط واثنين وتلاتة طيب يقوم الناس بقى اللي تتضرروا فعلا الناس الغلابة اللي معهمش غير حاجة باعوها وراحوا يبنوا في اقراط ولا في نص اقراط ولا على مت متر ولا على خمسين متر ما هو لها الناس الكبيرة بنت وعدت محدش جرهم ولا حد وقفهم امر يحينهم ما كمان دفعوا اللي معهم كلك تمام في بانية او في سملات او في خرصانة او كده وبعد ما حضرتك سبتهم كرئيس وحدة محلية لبلغت ولا قلت ولا جبت ازالة ولا قلت انا هعمل ولا رحت قلت هتتزال ولا منعتهم من البناء سبتهم براحتهم لحد ما فالناس دي اخدت الكبير مع الصغير اخدت الناس الغنية اللي معاها فلوس مع الناس الفقيرة اللي جمعت تحوشة العمر وحطتها ببانية وتزالت للأسف فيها كمان طيب احنا عايزين نقول حاجة احنا يا جماعة دلوقتي عايزين نقول ان من اسبوعين تلاتة او من شهرين تلاتة كان فيه تعليمات لمحلات بيع مواد البناء ان محدش ياخد منهم حاجة او يشتري حاجة من غير تصريح مسبق من الوحدة المحلية او من ايه من مجلس المحلية ده حصل اه حصل اي حد كان عايز يشتغل لو حتى شوية سيراميك جوه البيت كان بيروح يشتري الرمل او الاسمنت يقولك هاتلي التصريح اللي معاك عشان ابيعلك رمل واسمنت طيب من بقى اللي سمح للناس اللي اتجابت مواد البناء وبعدين اتدربكت على ادماخهم وتخرب بيتهم مين اللي اتاح الفرصة او سمح للناس بتوع محلات او محاجر الرمل والاسمنت والحديد اللي ان هما يبيعوا للناس من المسؤول في الكلام ده الناس اللي تخرب بيتهم في المباني انت جاي بعد ايه تزيل وبعدين حصلت المصيبة وحصلت التعدى على الارض الزراعية والناس خسرت مبالغ كبيرة جدا يعني انت متهيقلك ان المبنى ده اللي انت بتزيله قدامك ده حل ما كانه هيتزرح تاني انت عايز تقنعني ان هو هيتزرح تاني الارض خلاص بازت يا سيد الفاضل انت دلوقتي استفدت ايه خربت بيت الناس ولا افدت الدولة بفلوس تصالح ولا افدت الدولة ان انت وفرت اصلا الهادر ده من البداية انت اخدت قرار في منتهى الغباء كوحدة محلية انت دلوقتي كمجلس محلي انت بتتابع الرئيس قال كلام واضح يا جماعة الحاجات دي نزلها في مرحلة المهد ما نسيبش الموضوع يكبر مننا انتوا بقى تغاضيتوا عن الكلام ده عايزين حد يحاسب الناس دي محافظ كفر الشيخ ومحافظ البحيرة عندهم اكبر نسبة مباني على مستوى الجمهورية المحافظين دول المفروض بقى يحاسبوا الناس المسؤولة عن كمية المباني اللي حصلت دي تجيب رؤساء المجالس المحلية كده وتقولهم تعالوا احنا خربنا بيت الناس عن طريقكم احنا ازلنا للناس دور واثنين وثلاثة وخربنا بيت البلد وهدرنا ازيد من مليارات بالمليارات فلوس بالمليارات كان دعمنا للسكر والزيت والشاي والناس اللي مش لا يتاكل كان اولى بالكلام ده تمام احنا عايزين عادل يا جماعة وعايزين ناس تحاسب المخطي احنا عايزين ناس تحاسب المخطي كل ما تمشي على طريق تفضل تقول لا حوله ولا قواته إلا بالله من اول ما تطلع لحد ما توصل مشوارك لحد ما ترجع بيتك كله بالمنظر اللي شايفينه ده ده يرد مين خاصة محافظة كفر الشيخ ومحافظة البحيرة ايه ده كل دقيقة اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ يتابع جهود الوحدة المحلية بمركز معين لحاملة ازالات تعديات انت كده بتفرحنا يعني هو انت كده بتفرحنا يعني انت كده بتفرحنا بتحسسنا ان انت فعلا كده اه انا بخرج في بيوت الناس طب الناس دي تنتسبتها تبني ازاي الكلام يا جماعة كلام ينرفز وكلام خطير ويا ريت نلاقي حد يحاسب الناس اللي اخطيت من الكبير للصغير ويا ريت اللي موافقني في الرأي واللي شايف ان انا بقول كلمة كلمة حق يا ريت يكتبلي في التعليقات وشاركنا الرأي لان دي شهادة امام الله ما نسيبش الناس تغلط احنا دورنا كحكومة اوجهات تنفيذية ان احنا نحمل مواطنين حتى من انفسهم المواطن اخطأ ويستهل انه يعقبوا اشد العقاب احبسوا بس ما تستناش لما يبني تلت دوار يكلف اتنين تلاتة مليون جنيه هما دول راحوا من اقتصاد مين ما راحوا من اقتصاد بلدك واحنا عندنا رفاهية ان احنا نهضر ده ده احنا مش لقيين ناكل الناس والظروف والبلد والحالة والجو والحصار اللي حوالينا والحالة اللي في البلد ما تسمحش ان انت تهضر جنيه واحد تسيب الناس تهضر بالمليارات ايه ده يا عم يا جماعة فوقه الناس اللي اخطأت لازم ان تتعاقب لو محافظ اخطأ يتشال لو رئيس وحدة محلية اخطأ يتشال يتعاقب يعني اتمنى الصوت يوصل لأي حد لأي مسئول والناس حتى تقدر يا جماعة شيروا الفيديو شاركوا الفيديو وعملوا لايكات علشان صوتنا يوصل للمسئولين حرام كده الناس اللي اتخربت بيوتها دي قاقز انها بتكت تسجينهم وعقبهم وخد منهم فلوس تصالح فيد بها البلد وعمر بيها او استصلح بيها فده دين تانية في اراضي جديدة بس ما كنتش تخرب بيتهم وانت ضيحت الفلوس ده على البلد وعلى المواطن ولا افت البلد بمكان هيتزرح تاني لان البيت اللي اتهد ده والاواعد والخرصانات ومش هيتزرح تاني مش هجيب لك خير تاني خلنا نكون وقعيين وفي نفس الوقت انت مفتش البلد بحاجة اللي اخدت منه فلوس تصالح ولا هتعرف تاخد منه فلوس تصالح اللي انت ازلت له خربت بيته وخربت بيت البلد وخلاص فاحنا عايزين الناس اللي تسببت في الكلام ده تتعاقب 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 يا جماعة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم